السلام عليكم أهلا بكم في قناة قضايا وأعلان كما وعدتكم إخواني هذه الحلقة ستكون حول الممالك التي ظهرت في المغرب الأقصى منذ أواخر القرن الثامن للميلاد أي منذ قيام الدولة الإدريسية سأحاول اختصار الموضوع وحصره في نقطة محددة وهي هوية وأصل الأسر التي أسست وحكمت هذه الممالك وهذا الموضوع إخواني ما كنت لأتطرق إليه لو لا تطاول بعض المغاربة على تاريخ الجزائر وإصرارهم على أن الجزائريين لم يؤسسوا دولة في التاريخ وأن دولتهم هي والدة 1962 في حين التاريخ يؤكد عكس ذلك فالجزائريون أسسوا دولا حتى خارج بلادهم وفي المغرب تحديدا وأشير إخواني أن اعتمادي في هذا الموضوع سيكون على كتب اللفها مؤرخون من المغرب الأقصى ولا أخرج عنها إلا قليلا ودون إطالة إخواني نبدأ بالدولة الأولى مؤسس الدولة الإدريسية هو إدريس بن عبدالله العلوي الذي جاء من المشرق هاربا من بطشي العباسيين ونزل بمدينة وليلي بالمغرب الأقصى هذا أمر لا يختلف فيه إثنان من ناصره وأيده حتى أقام دولته يجيب على هذا المؤرخ المغربي عبدالكريم غلاب في الجزء الأول من كتابه قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي فيقول والباحث عن الأمن لا يلبث أن يبحث عن الشخصية التي يأتمينها والتي تمنحه هذا الأمن وتساعده على ذلك وكانت هذه الشخصية فيما يذكر المؤرخون هي إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي الذي آوى إدريس الثاني وعرف به زعماء القبيلة وجمع له تأييد القبائل الحليفة لأوربة ملاحظة هنا وهي أن الكاتب أخطأ بدل أن يذكر إدريس الأول ذكر إدريس الثاني وإبراهيم حركات وهو أيضا مؤرخ مغربي يقول في الجزء الأول من كتابه المغرب عبر التاريخ ولم يلبث إدريس أن حل بالمغرب حيث نزل بوليلي عند إسحاق بن محمد بن عبد الحميد رئيس أوربة الذي رحب به وقبل دعوته وهكذا تمت بيعته سنة 172 للهجرة وبمساعدة هذه القبيلة أي أوربة التي تنسب إلى البرانيس تمكن إدريس من الزحف على تمسنة لمحاربة البرغواتيين يبقى الآن أن نعرف أصل قبيلة أوربة التي ناصرت إدريس الأول وقامت على أكتافها الدولة الإدريسية هذا المقال بعنوان هجرة قبيلة أوربة البربرية من المغرب الأوسط مقال منشور في مجلة عصور المجلد العاشر العدد الأول بتاريخ 30 جوان 2011 يذكر كاتب المقال أن مواطن هذه القبيلة حتى بداية الفتحات الإسلامية كانت في المغرب الأوسط وقال أنه بسبب ما صدر من زعيمها كسيلة من مقاومة المسلمين وقتل عقبة بن نافع أرغمت في وقت لاحق على هجرة مواطنها إلى مناطق جديدة وقال أن القبيلة القسمت إلى ثلاث أقسام قسم استقر على جبل وانشريس وقسم ثاني اتخذ لنفسه مستقرا بنواحي بونا أي عنابة حاليا وقسم ثالث وهو أقوى وأكثر أفرادا كانت هجرته خارج المغرب الأوسط استقر بمدينة ودليلي بالمغرب الأقصى والخلاصة هي أن الدولة الإدريسية أنشأها إدريس الأول الذي جاء لاجئا من المشرق وقامت على أكتاف قبيلة أوربا التي هاجرت من المغرب الأوسط واستقرت في مدينة ودليلي بالمغرب الأقصى ومما يدل على قوة ومكانت قبيلة أوربا ما ذكره المؤرخ المغربي عبد الكريم الفلالي في الجزء الثاني من كتابه التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير من أن إدريس الأول لما دخلت الإمسان أراد أن يستقر بها وكاد أن يفعل لو لا قوة قبيلة أوربا وعدم رغبتها في مغادرة وليلي وما حولها دولة المرابطين يقول عبد الكريم غلاب وهو مغربي المرابطون كانوا من صنهاجه ومن أقوى فرع فيها وهو لمتونة ثم يقول عن لمتونة قبيلة سحراوية عاشوا في السحراء الجنوبية للمغرب وفي هذا الجزء من كتاب عبد الكريم الفلالي وهو مغربي وتحت عنوان قيام دولة المرابطين اللمتونيين نقرأ ولمتونة من جملة صنهاجه وكتامه الذين ذهبوا إلى السحراء ولم يقيموا بإفريقيا وعاشوا في الناحية المتاخمة للسودان جيلا بعد جيل والمقصود بالسودان هنا ليس دولة السودان الحالية وإنما منطقة السودان الغربي فهذه القبيلة التي كانت تعيش في السحراء هي التي زحفت في منتصف القرن العاشر للميلاد شمالا وأسست الدولة المعروفة في التاريخ بدولة المرابطين وأسسوا مدينة مراكش وجعلوها عاصمة لهم وامتدت رقعة هذه الدولة لتشمل غرب المغرب الأوسط وجزءا من الأندلس بعد المرابطين جاءت دولة الموحدين ومعروف أن هذه الدولة قامت على دعوة المهدي بن تمرت لكن المؤسس الحقيقي والفعل لهذه الدولة هو عبد المؤمن بن علي والذين حكموا هذه الدولة حتى سقوطها هم أبناء وأحفاد عبد المؤمن بن علي فمن يكون عبد المؤمن بن علي هذا يقول عبد الله العروي وهو مؤرخ مغربي في الجزء الثاني من كتابه مجمل تاريخ المغرب وهكذا دخل بناء الإمبراطورية الموحدية المرحلة الثانية بإخضاع المغرب الأوسط وطن عبد المؤمن الأصلي إذن عبد المؤمن بن علي من أصل جزائري ويعرف عبد الكريم الفلالي في الجزء الثالث من كتابه بعبد المؤمن بن علي فيقول هو بن علي بن مخلوف بن يعلى بن مروان أبو محمد الكومي المولود بقرية تاجرة من أعمال تلمسان ندرومة اليوم وفي مكان آخر يقول كان عبد المؤمن هو كل شيء هو الموجه السياسي والقائد الأعلى لكل الجيوش قبل أن يصبح أميراً للمؤمنين لما ضعفت دولة الموحدين انقسمت إلى ثلاث دول الحفصيون في المغرب الأذنى الزيانيون في المغرب الأوسط والمارينيون في المغرب الأقصى ويهمنا الآن من أسس الدولة المارينية نقرأ هنا في الجزء الثالث من كتاب عبد الكريم الفلالي وهو مغربي كما قلنا فصل بعنوان أصول المارينيين من زناتا بالزاب وظهور سلطانهم بالمغرب وفيه نقرأ المارينيون بطن من زناتا إخوة بني عبد الواد ملوك تلمسان وقد كانوا قبل أي من قبل في الزاب من إفريقيا ويقول ابن أبي زرع الفاسي في كتابه الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ فاس وهو مصدر مغربي يقول وفيها أقبل بن مارين من قبلة زاب إفريقيا فدخلوا المغرب في أمم كثيرة إذن بن مارين جاءوا إلى المغرب الأقصى من الزاب والزاب إخواني هي تسمية كانت تطلق على منطقة واسعة من الشرق الجزائري وحاضرته أي عاصمته هي بسكرة يبقى لماذا عبارة زاب إفريقيا التي وردت في المصادر العربية القديمة هل المقصود بإفريقيا تونس؟ هنا مقال كتبه الشيخ البشير الإبراهيمي موجود في الجزء الرابع من أثاره بعنوان زاب في دائرة المعارف الإسلامية ينبه فيه إلى أن عبارة زاب إفريقيا ذكرها المؤرخون تمييزا لها عن زاب الموصل أو العراق والخلاصة هي أن بني مارين هم من منطقة زاب بالشرق الجزائري بل إن عبد الكريم الفلالي وهو مغربي ذكر في الجزء الثالث من كتابه هذا أن الرواية التاريخية تقول أن مؤسس الدولة المارينية الذي هو أبو محمد عبد الحق ولد في زاب تبقى الآن الأسر التي حكمت المغرب منذ القرن السادس عشر وهي بنواطاس الذين حكموا المغرب لفترة قصيرة اختلف في أصولهم لكن هناك من قال بأنهم فرع من بني مارين مثل عبد الكريم غلاب وهو مغربي في الجزء الثاني من كتابه هذا يقول الوطسيون يلتقون مع المارينيين في جدهم الأكبر مارين معناه من المغرب الأوسط السعديون يجمع المؤرخون على أنهم من الأشراف القادمين من المشرق وأخيرا الأسرة العلوية التي حكمت المغرب منذ منتصف القرن السابع عشر وما تزال في السلطة إلى اليوم طبعا اسمها يدل على أصولها ولا نزكي على الله أحدا هذه إذن إخواني هي أهم الدول التي عرفها المغرب الأقصى منذ أواخر القرن الثامن للميلاد وهي كما ترون تأسست من طرف أسر وشخصيات جاءت من خارج المغرب الأقصى إما من المشرق كما هو الحال بالنسبة للدولة الإدريسية والسعدية والعلوية أو من صحراء شنقيت كما هو الحال بالنسبة لدولة المرابطين أو من المغرب الأوسط أي الجزائر كما هو الحال بالنسبة لدولة الموحدين والمارينيين وأيضا الوطسيين حسب رأي بعض المؤرخين وهنا نذكر المغاربة بأن الجزائريين الذين تقولون عنهم لم تكن لهم دولة قبل 1962 قد أسسوا فضلا عن الدول المعروفة التي تعاقبت على المغرب الأوسط دولا في مغربكم وكان لهم دور في قيام الدولة الفاطمية التي حكمت بلاد المغرب الإسلامي فترة فهذه الدولة قامت على أكتاف قبيلة كتامة بالشرق الجزائري لذلك فإن أفضل نصيحة نسديها لكم هذه الحكمة التي تقول من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة وفي الأخير أعيد وأكرر والله لو لا تطاول أمثال هؤلاء على تاريخ الجزائر ما تكلمت في هذا الموضوع أبدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته